اشكاليات التدريب في كلية الطب والمعاهد الصحية العليا كان موضوعا لهذا المؤتمر العادي العاشر للنظام الوطني للأطباء الشدين الذي ينظم عادة بعد كل ثلاثة أعوام حيث قد جاء هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو حيث قد حضر هذه المناسبة الافتتاهية بعض من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية غير الحكومية المعتمدين لدى البلاد بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء والعملين في القطاعات والأقصام الصحية المختلفة في شد في مستحل حديثه رئيس النظام الوطني للأطباء الشدين الطبيب الدكتور جونفون جونغون سيغو سردى أمام رئيس الجمهورية والحضور أهم تلك الإنجازات التي تحققت طيلة الثلاث سنوات الماضية على مستوى النظام الوطني للأطباء في شد وأردف جونفون أيضا بأن المستشفيات الشدية تعاني الآن سوءا في التعامل والاستقبال من قبل الأطباء وأن ذلك يخالف تماما أخلاقيات المهنة الطبية أما بالنسبة لممثل منظمة الصحة العالمية خليل سليء فقد أوضح لرئيس الجمهورية وللحضور بأن النظام الوطني للأطباء الشدين يلعب دورا محوريا في معالجة المشكلات التي تتعلق بالقطاع الصحي عبر تنظيم ومراقبة عمل المهنيين في هذا المجال وأكد أيضا بأن المنظمة سوف تسعى جاهدة في دعم الحكومة الشدية من أجل المساهمة في موضوع الصحة العامة فيما جاءت كلمة وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح حول أهمية النظام الوطني للأطباء الشدين في اللاعب دور المنظم والمستشار للمنظمة الصحية بالبلاد وطالب أيضا وزير الصحة العامة العطباء احترام المهنة وعدم رفض الذهاب إلى بقية مدن البلاد من أجل إنقاذ المرضى من المواطنين بكل ما يمكن فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو طلب أثناء خطابه من العطباء احترام أخلاقيات المهنة في التعامل مع المرضى وشعور بالمسؤولية والإنسانية وحب المهنة كأساس في التعامل مع المحتاجين إلى العلاجات من أجل إنقاذ أرواحهم هذا وخلال هذا المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام متتالية سيعكف المؤتمرون على معالجة العديد من القضايا التي تتعلق بموضوع الصحة العامة وعيضا مراجعة اللائحة الداخلية وانتخاب متب جريد سيكون على رأس هذه المنظومة الخاصة بالعطباء من أجل رفع تلك التحديات التي تقف عقبتا أمام عجلة المنظومة الصحية بالبلاد أنا راض تماما بما قاله رئيس النظام الوطني للأطباء الشاديين بأنني مهتم دائما بموضوع صحة المواطنين في الحقيقة ليس مخفيا على أحد وجود العديد من الذين يمارسون هذه المهنة أي مهنة الطب بطريقة غير منظمة وهؤلاء هم من يسمون أنفسهم الآن بدكتور تشوكو أو جيم هذا الأمر يجب أن ينظم ويجب أن يتوقف إن الملاحظة اليوم على مستوى الأطباء أو المستشفيات هو ترك المريض على سرير المرضى في المستشفيات والغياب عن دوام العمل وأمور أخرى عديدة لا تليقوا بمهنة الطب بهذا الخصوص أود أن أتساءل هل أن القسم الذي أديتموه حينما بدأتم تمارسون هذه المهنة لا يعنيكم أم أنكم لا تحبون هذه المهنة أقول لكم بصراحة يجب أن تحبوا مهنتكم قبل القسم يجب أن تحبوا هذه المهنة لأنها مهنة نبيلة كل مريض يلجأ إليكم لإنقاذه حتى المرأة حينما تنجب تلجأ إليكم لإنقاذها وإنقاذ الطفل بمعنى آخر أن مهنتكم بلا شك مهنة نبيلة لأنكم أنتم من تنقذون أرواح الآخرين يجب أن تبنوا ثقة متكاملة فيما بينكم وبين مرضاكم في المستشفيات أو الذين سيأتونكم من المنازل كيف يمكن أن نفسر أفعال الأطباء الذين يتركون مرضاهم على سرير المرضى ويذهبون إلى الإضراب هل هذا الفعل تعتبرونه إنساني ويتطابق مع أخلاقيات المهنة الطبية الذي أقسمتم قبل ممارسته أنا شخصيا لا يرضيني هذا الفعل لأنه غير إنساني ولا يليق بمهنة الطب النبيل أتمنى أن يكون هناك تغييرا في سلكياتكم وفي نمط عملكم في هذه الجمهورية الرابعة التي بدأت لتو في افتتاح أعمال هذه النسخة العاشرة للمؤتمر العادي للنظام الوطني للأطباء في تشات قدم فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس دبي إتنو خطابا ضافيا حث فيه الأطباء على احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بذلك القسم الذي يحدد ممارسة هذه المهنة وعيضا احترام المرضى عبر حسن التعامل والاستقبال من أجل إنقاذ أرواحهم بكل مسؤولية فخامة رئيس الجمهورية طلب أيضا من الأطباء الشعور بالإنسانية في التعامل مع المرضى والالتزام على الحضور في أماكن العمل إن دوقاتها المحددة لأنه وباختصار فإن مهنة الطب مهنة نبيلة فخامة رئيس الجمهورية تساءل أيضا خلال خطابه بأنه ليس من المعقول أن الأطباء يتركون المرضى على سرير العلاجات بالمستشفيات والذهاب إلى الإضراب لأسباب مادية خطاب فخامة رئيس الجمهورية جاء في وقت أشهد فيه الساحة الشادية غيابات حادة من قبل الأطباء على مستوى المستشفيات والمرافق الصحية لأسباب مادية يراها الأطباء بأنها حق يفوق ذلك الحق الذي ينتظره المرضى المتواجدين بالمستشفيات والمراكز الصحية من أجل إنقاذ أرواحهم البريئة وعند الرجوع للمنطق الأقلاني والمهني لهذا الموضوع أنه ليس من المعقول مقارنة تلك الحقوق المادية التي يطالب بها الأطباء مع حقوق المرضى الذين ينتظرون الأطباء على سرير المستشفيات هذا الفعل كما وصفه فخامة رئيس الجمهورية أيضا بأنه ليس له أي مبرر من قبل الأطباء الذين قد أقسموا قبل ممارسة مهامهم الطبية على احترام أخلاقيات المهنة التي تجبرهم على معالجة المرضى وإنقاذ أرواحهم قبل أي اعتبار إذن وبعد مضي أكثر من ربع قرن على تأسيس هذه المنظومة التي أطلق عليها اسم النظام الوطني للأطباء في شات والتي رأت النور منذ تاريخ العشرون من أغسس 1991 حان وقتها الآن لكي تلعب دورا محوريا من أجل حث الأطباء على احترام أخلاقيات المهنة التي تلزم الممارسين لهذه المهنة مراعاة ظروف المرضى قبل المطالبة بحقوقهم المادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة